موسيقى اهلا بحضراتكم الجديد نورني وشرفني نجم مصر كلها كابتل نادي القليل كابتل الكبير كابتل نحمود صالح مناور الدنيا كابتل عامل ايه؟ مهودك الحمد لله طمنا عليك طمنا على النادي بخير بخير طمنا الجماهير كده إن شاء الله خير بإذن الله فيه تحت دينا حاجات حلوة يا رب دلوقتي حلوة مفوض في المستقبل تبقى كويسة فيه يعني عامل أخرى ممكن تجيب لعب إمكانياته كويسة وهو ما عندهش طموح ما عندهش اهتمام مش مركز ما بياخدش أمول بجدية وفي طريقه ما ينجحش انت قلت كلمة حلوة جدا دلوقتي حلوة بس يعني قدامها تبقى شكلها ايه؟ بالظبط الحتة اللي في النص دي ممكن نقعد نتكلم فيها كام سنة كتير وبرضو المستوى التدريب اللي بي... بالظبط يعني بالصوى المدرب اللي بي مسؤول عنه بالظبط ممكن يحطه في مركز غير مركز ممكن يقتله نفسيا ممكن مفسيا نخلي بالك بزرم شعف امكاناته كويس يعني ما بتعملش معاه كويس نفسيا ما بيعرفش ايه المشاكل اللي عنده وعيوبه يشتغل عليها وصحها لان دايما كابتن بنلاقي مواب كتير جدا وفي الاخر ما بلقيش يعني حتى اي حاجة تمثلهم يعني نقول حتى عشرين واحد ما بلقيش عشرين واحد مع ان ندلالي تحديدا ببقى جايله اكتر من ألف واحد هي عوامل لازم كلنا يعني نهتم بيها نحن دائما بننقل لهم على اللاعب يعني اللاعب كان كويس في قطاع الناشئين ملعبش انت كنت مهم انت كواد ضيعت الفرصة اه في عوامل تانية ممكن تأثرت اه اه طبعا والعكس يعني انا روحت عندي عشرين سنة ولا يبتكور يعني عوامل سعدتني كان المرحوم من كابتن احمد ما اه انا 25 سنة اه طيب يبقى التولى المسئولية في بداية الفترة انها متأخرة انت اه بالزبط اه بالزبط اكيد كان له دور كبير بالزبط الفضل كل له كابتن احمد ما يعني لما يجيب لعاب عنده عشرين سنة ملعبش قبل كده في حتة تانية سنة يبقى اساسة في الندل الاهلي بداية في عوامل في عوامل عوامل اتحدت مع بعض معينا كابتن قطاع الناشئين دلوقتي اولاء الامور بيدوا اهتمام غير مسبوء لقبل كده لزمننا يعني احنا كان زمننا اكيد كان والده يقول لك لا بلا شكورة خليك مش عارف في الحتة الفلانية في التعليم انا برضو كنت كده والده لا ارحم لا احنا التعليم مفيش حاجة اسمها كور دلوقتي لا يقول لك لا احنا نفسنا ابننا يطلع العيب كور فالاهتمام بتاع اولاء الامور بقى عالي جدا وزادة جدا ففاضل بس المدرب واختياره وتهيته انه يتولى المسؤولات الكبيرة دي اللي هي اكبر من مسؤولات الفريد وعلى فكرة ممكن يكون مدرب امكاناته كويسة جدا مع قطاع الناشئين وما يشتغلش في الدرجة الول احنا ناش تخصص لازم يكون هناك تخصص لازم يا كابتن كل مدرب عايز يشتغل سلاتين ثلاثة في الناشئين ويطلع على درجة اول مع ان الشغل عشان يا كابتن لا يتبقى متخصص يبقى متفوق في المنطقة دي لازم برضو نوفر لهم الابواء كابتن عشان نعرف نلومهم المادة المرتبة تطوير مستوى التطوير الدراسات لا انا اوفر له الاول انا كنادي يا كابتن وهو لازم برضو يدوس على نفسه ويطور نفسه المدرب دلوقتي الانترنت لو اي مدرب بتاعه بنفسه بس لكن هي موهبة يا كابتن محمود يعني انا ممكن حضرك اشوف نموذك تدريب وحضرك تشوفه هو هو النموذج حضرك هتعمله بشكل تاني خالص غير اللي اعمله او ممكن اخده وطبقه مع جموعه وهو مش مناسب بالزبط كده فهي الموضوع موضوع كبير لكن مهم جدا عايز تخطيطه مهم قوي هو مهم جدا التعاون بين القطاعات في الاندية الناشئين والدرجة الاولى ادارة اكتشاف المواهب والتسويق كل دول كل مازال التعاون بينهم النتاج هتكون افضل اكيد يا كابتن كل واحد بدي احنا نكمل بعض الشغل مشترك انت بيشتمل جزء لوحدك فيه جزء مشترك بينه وبينه 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 هنا وبينه وبين الجنب كله سلسلة وهي سلسلة سلسلة ما نفعش حلقة منه لو متفرتت مش قتشدها هتتقاطها بالزبط لما لو ملتحمة كويس وفيه تعاون شده لا فيه قوة وعطيت طلع انتهاك كويس كنت انا في احد البرامج ضيف يعني لسه قريب جدا ولمقدمة البرامج هي متاعفش حاجه في الكرة لكن سألتني سؤال أول مرة تسأله قالت لي أنا كوالية أمر أعرف من فين ابني هيلعب كرة ولا مش هيلعب كرة أعرف من فين حد يستغلني عشان ياخد مني فلوس ولا أخده وممكن يكون عنده موهبة بعد كده يكمل وإزاي طورها وإزاي بقلعي بكرة أتكلم بطبيعتها جدا سؤال مهم أوي أوي فممكن نطمن الناس إزاي كبت محمد لازم القائمين على الشغل يكونوا أماناء هي مش هتفن في مستوى أهم حاجة الأمانة في الكلمة اللي هتطلع يعني ناس كليكا بتكلموا على موضوع الأكاديميات ممكن تشتغل وتعمل عمر موافقت لأن المهم جدا يبقى فيه أمانة أهل اللعب ده هيكمل النما ما قولها اللعب بعيد خالص ولا يصلح يلعب أساسا وعشان فيه عشان دخل المادي لا ابني كذا وكويس وحاوديني النادي الأهل وإحنا نتعاون للأسف بيقى فيها للأسف سكة صعبة للأسف الشديدة طيب بالأهل يتطمينه إزاي كبت محمود يعني تنصحهم بإيه لأن حسننا فعلا أنا مكسر التوجه مهم لا هو التوجه مهم هل هي موارسة ولا هي طموح أنه يبقى لعب في نادي كبير ولعب مستوى دولي أو مستوى احتراف خارجي كله حسب مستوى لازم النقطة تكون واضحة مين هيوضحها المدرب المسؤول عنه سواء في النادي أو في الأكديمية اللي بدفع فيها مقابل المادي مهم يعني هي دي يعني يكون في أنا مععوز أسعر أبني يكون فيه صراحة هل تشاف إيه ابني ده إيه طب إيه حضراك نسحهم بردو لا عشان الولد ما يجلوش يعني صراحيان يجلوش صدمة كمان بالزبط احنا نبدو له مستوى طموح عالي أو عن إمكانيات وهم إمكاناته ما تسمعش يقدر يحقق طموحه ده طب ليه ليه بالزبط هو اللي نسمنا لو نجح في الكربة ما ينجح في أي حاجة في الدراسة بالزبط ينجح عايزي بقى دكتور عايزي بقى زابط يعني في حاجات كثيرة في الحياة ممكن عايزي بقى ميكانيكة عايزي بقى أي حاجة نجار أي حاجة آآ ممكن تكون مهمت في النقطة دي نعم مش لازم بقى نعم اللعيب حتى لو هو متوسط وممكن ينجح ممكن ما ينجحش لما تدوله أنا مستوى طموحه كبير قوي في البداية أعتقد تتأثر علي بشكل سلم بالزبط حيفش بالزبط حيفش دايما هي فيه نقطة مهمة نقطة التحفيز بمعنى أنا لو أقدر أبقى خمسة من عشرة لازم المداري بيشجعني أبقى ستة وسبعة ولعب عن نقطة ديت يبقى مستوى الطموح أعلى من مستوى إمكانياتي عشان أبزل أقصى جهده ممكن تمام وأقدر أنجح صح اننا ما يكونش عند النقطة اللي أنا أقدر وصلهها بس ولا أقل لا أدين نقطة أعلى أنا النهاردة أقدر أجيب مثلا خمسة وتمين في المائة لا يبقى فيه تحدي مع نفسكم أنا لازم أجيب تسعين في المائة أعزي أجيب أتنين وتسعين في المائة عازي أخيش هنداسة أعزي أجيب ثلاثة أفصائoba أعزي أخيش طب أعزي أجيب تبتي لازم بس ما نبقاش أنا مستوى أجيب ستين في المائة يبقى اشتغل على تخصص فيه فيه خارجين جامعات بسيطة وبيتفوقوا عن الدكاترة لان هو متفوق في النقطة دي وعنده موهبة في النقطة دي وقدر يوصل وبيتفوق مش لازم الكلية مش لازم الدكتور ده يبقى احسن من الزابط او الدكتور يبقى احسن من المحامي معلش انا بدي خرجت قلت عشان حاجاتي بقى فيها ارقام يعني عشان تبقى هاتح المشاهدين ولازم كمان اولياء الامور يبقوا واقعيين يا كابتن محمود ويستقبلوا ان ابنهم مش هلعب كهر خلاص يعني مش ناية العالم مش ناية العالم لأ ابني كويس لأ ابني لازم اودي اكاديمية والمدرب بقى يبدأ يبتزهم فلوس او الاكاديمية تبدأ تبتزهم فلوس وحضرك عارف المبالغ اللي بتدفع دلوقتي في الاكاديميات تلاقي حد عايز يخس الاول تلاقي حد ما عافش يلعب اصلا مفيش موهبة مش هتيجي وقولهم لا ابنكو هيروح الاهلي زي ما حضرك بتقول لازم اولياء الامور برضو يعيشوا الواقع شوية انا ابني خلاص مش هلعب كورة ما تحكش على وده عمله صدمة مش لازم كورة كبتن برضو ممكن تجي اتجاه التاني في الرياضة والعبها ما كل الناس لعب كورة لو دهرت عبتوا على البسكت وبتوع الكاراتيه حتليهم في البداية كان نفس يلعب كورة بس هو كان محظوظ ان هو حد يوجهه مدرب امين قالوا لا اتعالى وشافه قالوا لا انت تصلح في اللعبة دي سبك مكورة بقى احنا هنبقى ابطال هنا وهو اقتنعوا اهل اقتنعوا ومشي وبقى بطل تمام انما ما نقللش في مكان انا مش حنجح فيه طيب شايف البديل يا كابتن محمود يعني اتكلم معايش انا خلي بالك خرج من ابرا الحوار مش مشكلة بس انا لازم استغل العاش كان ده مهم جدا قوي قوي بصراحة لا الامور كمان لانهم بصعبوا علينا شخصيا البديل ان انا كوليه امر خدت ابني وروحت نادي وشايف ان ابني او فيه مدرب قال لي بصراحة ابنك هيجي منه بس انا مش هقدر اديله لان انا معايا فعلا فرقة مكتملة وده حقه الطبيعي انا مش انا معايا فرقتي مكتملة وعندي نظام وسيستم والولاد ماشين فيه فانا مش هجيب حد افضل اعلمه من اول وجديد البديل منكو روح مستوى نادي اقل شوية ومع الاحتكاك والممارسة اصل هي انت بص انت توقع بتاعتك ما بتبقاش حتى من ناحية العلمية ما درش قلت لها يلعب انما فيه متنبؤ بنسبة كبيرة انه يلعب انا بتكلم لوليه الامر اللي هو عايز ابنه يجرب يجرب ممكن يجرب ممكن بولا تروح نادي مستوى اقل دي نقطة النقطة التالي هو المفروض في السن على فكرة في المفروض يعني من التخطيط الصح اللاعبه في سنه الزغير يعد على الالعاب كلها اللي ممكن يمارس خمس ست لعبات يقدر يمارس هنا ويمارس هنا اصرموكم ان هو يكتشف نفسه او اهله يكتشفوه او المدرب يكتشفوه اه لا اه في لعبة تانية غير ما هو مدهن او في لعبة تانية غير هو المتواجه ليه غيرها خالص وزي ما احنا متفقين لاغلب اللعيب اللعب كور انت عارف يا كابتن مشكلة كمان في ايه اوليه الولاد اول ما يبدأ يعني افهم بس يقولك انا عايز ابقى لعب كور لعب لعب كور لا في باسكت ولا تنس ولا خالص او اروح لعب تنس او اروح لعب مش عايف اي لعبة عشان ابقى لعيب كور عارف برضو الالعاب التنس والسكواش والحاجات اللي والسباحة بقت مكلفة انا بتكلم في اللي هو الفرض الداخل العادي الابنه شايفه ان هو ممكن ابقى لعيب كورة لكن عايز وقت البدايل هل يبدأ مش لازم يروح نادي اهلي لا لا خالص يعني ابدأ من تحت دائما بقول لما كابتن محمود ايه ابدأ من تحت خالص المدرب قال لك انا عايزه اطلع شوفه في نادي تاني قبل ما تقوله خده اعلى وافضل تدرك بيه لغاية لما تقف عند مستوى معين هو ده مستوى ابنك دلوقتي انا احيان بيجي لحد مثلا وليه امر وعايز يروح مثلا بينه وبين النادي مشوار قوله ده سنه صغير ثمان سين تسعة سين شوف اقرب مركز شباب عنده ورايب من البيت هيمشي فعلا بخمس زائق ويوصل ويالعب 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 يعني مش عايزه العشواء يعني بالفترة كده زي ما احنا لعبنا زبان في الشارع والحارة بالعكس ده بيخليك ده هيفيدك اكتر الولد الزغير مش محتاج ان هو يتعلم مهرة وحط رجلك اسبت رجلك وحط بطن رجلك لا بالعكس في السن الزغير انت مش محتاج بالشكل ده هاي يمالس كل اللي بيعملوه برا اعتقد اربعتاشر سنة او حاجة الدنيا بتبقى فري بالنسبة لهم بالظبط ومفيش مسابقات رسمية ولا في مبرات رسمية عشان كده احنا لما ديت لعب مثلا مثلا منتخب مصر اثناشر سنة انا مفيش مثلا يعني بيروح لعب منتخب اسبانيا هتلاقي كسبوه لكن تعال لعبوا ستاشر سنة كده مش هتشوف مش هتشوف مش هتشوف هو بيدو البرنامج بيحط برامج مناسبة للا عمارهم السنية متدرجة وعارف ان هو بعد فترة هيوصل للمستوى اللي هو عايزه ما تبقاش عشوائية احنا مش ربطين بنا وبين بعض اما علشنا بجدامة المتكلم في نوعات سلبية انا بعملها وانا مسؤول في بعض الاوقات عنها ان احنا البرامج التدريبية مش متدرجة هو اللي بيدرب تسعة ما بيجي انتقل عشر سنين هو المدربة عشر سنين بيشوف وقم بيتمرن قدي سنة تل لا مفيش فاحنا عايزين نربط ومش عارف ليه انا مش عارف ليه ما بنربطش لا لازم نربط وانا مش هربط لوحدي زي ما قلت بموضوع التعاون بيننا كلنا لو التعاون ده مش موجود مش هننجح لازم احد قادر على تخطيط سياسة معينة لقطع ناشئين كامل ويربطوا بالفريل اول كمان يبقى نفس السيستم بالظبط كنادي اهلي لازم بقى ليه سيستم زي برشولان لها سيستم زي ريال مدنيد لها سيستم لعب تحس انهم الفرق شكل الفريل اول التدرج حتى الاعمار السنية هم كلهم شكل بعض بس سنة اقل او سنة اكبر اللي ده اللي حدرك بتتكلم به طبعا وابتبقى ظهرة في لعاب الفردية زي ما احنا في بدايات السباحة ممكن ان في مصر نعمل ارقام ننفس بها العالم كله بالنفس على المستوى العالمي انما بعد كده نتيجة ان انا انا عايز هدفي دلوقتي ان انا الوارد عنده عشرة واسين عايز يطلع بطل الجامورية ودلوا احمال عالية ممكن تنجحوا فترة دي وبعد كده بقى تبقى مشكلة ما بقىش في استجابة في التدريب احنا بتتكلم عليها بلافظ كده ده من يقوله تحرق يعني لا يبتحرق لان انا عشان اقوي وزيد من المستوى ومن اداءه مفيش استجابة لان اخد احمال ما مكنش مناسبة لسنه هو في توقيت معين بينجح وبعد كده مش هينجح عشان كده احنا دايما سابقين الدنيا كلها احنا صغارين لغاية سن معين 14-15 سنة بعد كده ما منشوفش وزي كان هي بعض المشاكل الموجودة في الكرة في مصائب في الالعاب التانية الصراعات على اولاء الامور ابني يلعب بطل 12 بطل 13 ويجي بعد كده يبطل بيعتزل على الفكرة يعني اعتزال مبكر لان هو بيجيله زي ما انت قلت كده صدمة اذا انا كنت بطل اذا انا بقيت في المركز العشرين اذا انا مفروض ابقى بطل اوه ما تأسس صح وما تلاقش السلم بزبط هو التعاون مفروض يعني جات في تفكيري دلوقتي يعني دكات التربية الرضية الاكاديميين والخبرة الموجودة نتحاول مع بعض ده ده شغال في قصة وده شغال في قصة لازم 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 عمر ما شفت فيه تعاون خالص انا حساس لانا انا بنتمي للتنين للخبرة وبنتمي للأكاديميات للشغل الأكاديميات عشان انا خليل التربية الرضية فانا شاف فيه فجوة كبيرة جدا مفيش تعاون حتى مفروض ما تيجي تحط اجهازة فنية يكون فيها ميكس شوية لازم طبعا مفيش لازم بص هتلاقي يعني مش مشكلة انا تعلم منك في الناحية كخبرة ومش مشكلة انا حطي لك تغطيب برنامج ناحية علمية وتتعلم مني ما ناخدش امور بعوقتي هانا خلي فيه تواضع ده اجمل حاجة انت تتعلم يا كبتل محمود انا ممكن واحد في الشارع ماشي يقول لك كلمة انت تواعد تدورها في دماغك وتعملها تبقى حاجة كبيرة جدا وتستفيد منك وده بتحصل والله بتحصل يعني مثلا كنت تبعرف كتابك قاريته اكتر من مرة قاريته تاني هو القسس العلمية في تدريب كرة القدم للاستاذ العلمة الدكتور حنا في محمود مختار يكلم عن اللعيب العدل انا كنت دايما برا كلمة العدل يعني ايه العجل بس اما انت مؤخرا فهمت العدل يعني ما تبقى مسوك اقل من زميلك اللي بلعب في مركزك يبقى عارف انك اقل منه هو من حقه يلعب وحيجي وقت انت تكون افضل ممكن تلعب يبقى حلو كلمة العدل لازم اللعيب يحس بيبعنده عدل هو مقتنع ان هو قاعد مقتنع ان هو بلعب مقتنع ان هو برد 18 مقتنع ان ده افضل منك في المرحلة دي لازم تكتاد عشان تبقى افضل منه الاقناع بالشخصية المسكية انما مش تقعد تقول انا زعلان والمدربي ما بيحب ويبطل كورة ومسواك ينخفض حتى لو انت اساسي انما فيه اوقات الفورمره ده بتقل عندك طبيعي البديل حيلعب تقول اه في التوقيت ده من حق ويلعب بالزبط دي هتساعدك وتقص عليك بشكل اجابي شخصية المدرب يا كابتن اللي بتوصل الكلام ده كله ثقافة المدرب وعدم بس احنا يعني نواقص اللي عندنا نكملها مع بعض زي ما قلنا الجانب الاكاديمي والجانب الخبرا للازم مش موجودة ولازم مكون يعني نحط كابتن محمود مهم جداً يعني الأكاديب عرف شغله إيه والراجل الخبره عرف شغله إيه وده يعني كل واحد عرف شغله وتلاقي المنظومة في الآخر نكحة يبقى فيه توضع ثقة أنا عندي ثقة إيه المشكلة أن أتعلم منك حاجة وإيه المشكلة أن نقل لك حاجة فمهم جداً التعاون والثقة والتواضع أنا أقول لك على حاجة أقول أش عندك كبه فيهم داربين عندهم كبه وقفين عند المرحلة لا يطلعوا مستحيح أقول لك على نموذج من الحدارة تتكلم عليه ده عجبني جداً جداً يعني كنت أنا في مباراة أمبي والإنتاج اللي كسب علي ماهر واحد صفر آخر مباراة مباراة كانت صعبة جداً وعرفنا حدرك أمبي بيعاني يعني مهدد فعلي ماهر أناقف متابعه بصراحة عمال بوس بيسمع كل حاجة حوله بيسمع كل حاجة حوله وهو ليه شخصية وبين الشوتين طالع عمال هو بيسأل برضو حد شايف حاجة حاجة مش عارفة بين الشوتين عمل تغييرات أمبي الشوت التاني بقى شكل تاني خالص وكسبوا المباراة واحد صفر فضروري زي ما حدرك بتقول التواضع التواضع أنا أسمع أنا عندي شخصيتي أصلاً أنا أسمع لو عندك ثقة هتبقوا تواضع لكن أنا مش عيب أن أسمع ممكن واحد يقولني فعلاً حاجة بعيدة عني خالص لكن زي ما حدرك بتقول مثال حلو لو عنده رؤية في الملع ما أنا مش عافة خب بالك أنا مع مكان إمكانياتك يا مدرنب أنا مش حقدر أقيم الـ 22 العبل في الملع في حاجات مش هتبقى أبيدة عني ينبهني بقى المساعد بتاعك تعالى أنت إيه رأيك؟ نغير مين؟ ممكن ينبهك لحاجة أو لنوقت أنت مش غفلة بس هو في نقطة بس أنت يجب أن يكون عندك إمكانيات أولاً لما يقولها لك أنت هتنتبه هتعرف أنها صحة هي غفلة عندك دلوقتي بس ما يقولها لك تبقى أنت هتقوله أصحة ده كابتن زي ما حدرك بتقول المتواضع ده كمة الثقة فيه كمة الثقة فيه هو أنا ما بسأل أنا عارف أنا ممكن أسأل عشان حد يقول لي حاجة أنا مش عارفها أنا مش عارفها لكن أنا أو أتكلم على علم مار كنموذج وبقى عنده اللي هو سيمو بشايف له الدنيا من فوق عمله وعمله إحصائيات عمله إزاي ومعه جهاز فني كمان كله عمال يشوف كل عمال يتكلم أنا بقوله علم مار كنموذج أنا شوفه بعيني بصراحة في اللي أنت بتتكلم فيه اللي حتاك بتتكلم فيه نفس الشكل ونفس التساؤلات بيقعد يسأل لكن هو طبعا عنده شخصيته بالظبط وحتى المدير الفن ضغبت عليه أكتر شوية برضو ممكن يكون فيه حاجات مش شايفة في الملعب كويس فمهم جدا مهم إحنا قلنا التعاون في البداية فمن باب أولى يبقى فيه تعاون بين المدير الفني والناس المساعدين لازم يا كابتن للأسف شفت نمازج مدير فني بيجيب حد عشان هو يقول له آه على طول انت لو بتقول لي آه على طول يبقى أنت بتحكي علي أنا مش صح على طول أنا كمعاون ليك لو ما قلت لكش لأه في وشك أنا كده فتحك عليك لازم أقول لك لأه لازم يا كابتن بالظبط هتقول له وجهة نظرك أنت صح أو غلط لكن كله آه صح أنا غير آه صح غير شفت مين وحش آه وده وحش طب نحط مين في الثمانتاشر آه نحط في الثمانتاشر طب أنا إيه لازمت أنا؟ أو إيه لازمت مساعدينك؟ القرار اللي هو نتاج أربعة بيفكره أو خمسة بيفكره أفضل كتير وبيتحمله واحد بس أه وأفضل كتير بين بالظبط نتاج لو واحد بيفكره تمن عيون يا كابتن تمن عيون أنا ليه عنتين ومعايا جهاز كل واحد باثنين هما شايفين أكتر مني بالظبط زي ما حدر بتقول وعلى فكرة ممكن الموديل الفني يقسم الأدوار فيه مدرين فنيين طريقتهم المساعد بتاعه يقول له ركز على المنافس دايما أي حاجة جميل ركز على حاجة دفعية ركز على حاجة مية ركز على نص الملعة جميلة وانا بركز مع فرقاتي توزيع الأدوار عشان برضو طبعا دي هالنقطة متعاوي ووسائل مدعا كتيرا يا كابتن محمود بس احنا ممتعبش 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 فيه عدم تعاون عدم ثقافة عدم أمانة وعدم أمانة وكان مهم جدا بصراحة الموضوع اللي تكلمنا فيها دي قبل ما ندخل بقى في جو الحلقة لكن يعني ما ينفعش أفوت خبرة زي حضرتك في حاجات مهمة جدا أو تساؤلات بالدور في الشارع الرياضي عموما يعني تعالى أن أصوارنا أردا سعد دوري ممتاز أول تجربة فانيان مجد عبد العاطي بعد انفصاله عن كابتن مختار وكانت كان قرار صعب جدا لمجد عبد العاطي وكان كلمني قلت له دوس على طول فداسوا ربنا كرموا مع محمد سابت سالوخ جيلي يعني أفتخر بهم قوي قوي وحس أن أنا اللي سعدت دوري ممتاز الحمد لله يعني شايف صعودهم إزاي وتقول إي الأسوان عشان بقاني طبعا ناسي وأهلي بلدي أسوان وبقاني كابتن مجد عبد العاطي وكابتن محمد سابت قضينا السنة كويسة مع مجد عبد العاطي كي كنت شغال أنا المدرب العام هو المدرب مع مالدينوف في أمبي عملنا مركز رابع وكان حياة كانت تقدمنا كورة كويسة الحمد لله كان مدرب كويس أوي كان جهاز شكلك وأساسا تعاوننا ما حصلش مشاكل وكننا متعاون كان متوفر حقيقة رجل كان شخصية محترمة ومدرب كبير جدا تعلمنا منه وكان عنده ثقة في نفسه بيسمعه يعني والعلاقة بيننا كويسة وكان موجود برضو كابتن عبد الصادق مدير كورة وكان موجود كابتن نهاب جلال مدرب حراس مرمى كابتن عبد الصادق يعني كلما ذكر اسمه لازم يذكر بالخير بالخير كابتن عبد الصادق رجل اللي تعرف قيمته يا كابتن محمود أنه يخرج من نادي أي نادي شغال فيه كابتن عبد الصادق للأمانة طالما ذكر اسمه لازم نتكلم بالأمانة لا يمكن أن أنت تسمع أي لفظ من الكابتن عبد الصادق عن أي نادي يشتغل فيه خالص ولا تصريح مهما كان مظلوم أو مهما كان هو ماشي كده لكن لا يمكن يتكلم أو يدلي بقية تصراحات نموذج بصراحة نموذج بصراحة لكن إنجاز كده وكان برضو الإدارة ممتازة إدارة أمبي طول عمرها طول عمرها ممتازة وطول عمرها حاجة تساعد على النجاح والناس كويسة جدا على فكرة متعونين جدا في أسوان المسؤولين تماما تغيروا عن فترة أنا عشتغلت فترة الفترة اللي كان حصل توقف مشكلة بتاع بور سعيد 2011 وتوقف الدوري ما كانتش الدوري إنما الناس ممتازين يعني الإدارة دائما بتبقى كويسة في أسوان و الجماهير طبع تمام تقول لهم إيه عشان يعني أسوان أنا نفسي عن نفس أنا شخصيا يعني أسوان بلد تحفى تحفى بمعنى الكلمة فيها معالم ساحية العالم كله بيروح لها ليه ما نستغليهاش وندعمها دعم كامل جدا أنه يكون كمان ملتقى رياضي في الدوري الممتاز محتاج دعم طبعا أنت بتنافس على كل مرة بنقول كده كابت المحمود يعني كل ما أسوان يصعد دوري الممتاز لازم ندعم أسوان لازم كانش فيه دعم أنا بدأس على مستوى والحمد للرب نوفقني ساعة المستوى الأعلى هنا عشان أحفظ على مكاني فص الأندية الكبيرة دي لا محتاج دعم ومحتاج مستوى تاني خالص وأنا بقى يعني يعني بخصوص الأندية اللي هي جماهيري أسوان المنصورة لو صعدت المحلة الشرقية بالضبط بالضبط لازم يكون فيه دعم إضافة شوية من الوزارة ده دول الوزارة يعني ايه المطلوب من اللي هو أحمد سليمان رئيسنا دي أسوان ومساعده كابتن مجدي سبالك ايه المطلوب منهم ايه المفروض يمشوا فيه من دلوقتي من بدري جدا وتجهزة الأجواء ومهم جدا موضوع الدعم المادي ده ولازم يكون فيه إضافة أكتر من العنصر يقدر قادرين هم يلعبوا فيه فيه يعني يدعموا الفرقة ويرفعوا مستوى الأداء الفريق في الدول المتازع يكون صعب جدا جدا زي دي كمان أصولا ده مشكلة المسافة بعيدة أرى الممبورات مهم جدا برده مصر التيران تساعدهم في التنقلات أنا بكلم مجدي في تخفيض تذاكر التيران هتفرق كتير لأنه ما مفعش عقودة 14-15 ساعة في القطر لسه كان مجدي على وسيروخ بي نفس الكلام كنت جابوا مع التليفون هم ممسافرين بالعربية احنا موضوع صعب قتلة دي نقطة مهمة زي ما قلنا هو كلام احنا نشوف الزينانة بيجيب الحاجة احنا ما فكرناش فيها في الوقت يعني في اللحظة بنفكر فيها موضوع دعم وزارة الشباب وموضوع برضو مساعدة مصر التيران يعني الشركة الوطنية يعني مهم جدا نساعدهم في تخفيض اسعار التذاكر عشان برضو التنقلات تكون سهلة بالنسبة اكيد المنافسة مشتعلة في دور الدرق الاولى نادي مصر التيرسانة السيراميكا كلوباترا 50-47-47 شايف مين اقرب؟ باقي المبراتين فيهم ست نقاط نادي مصر اعتقد هو الاقرب ثلاث نقاط يا كابتن محمود اي فرقة يعني السيراميكا والترسانة متأهبة بعد ما كان الترسانة متصدر برضو الترسانة كابتن برضو اعلان تستفهام اعلان تستفهام ما تفهمش في ايه؟ يعني الثاني الفاتت كان علاء نوح معهم بالزبط وكان محتاجين التعادل من شبين الكوم جمولة شبين وجمولة شبين لو خصت هتنزل هم كان محتاجين نقطة وهم في المقدمة خسروا برضو فاكر موقف ضربات الجزاء وضعت منهم اعتقد الحارس ضيع ضرب الجزاء مش مذكر اسمه بالشكل يعني صعب قوي والسانة القبلها والسانة كنا متصدرين وفرقين كمان كابتن كوشيران كابتن احمد كوشير عمل مجهود كبير وواضح ان هو فيه امل كبير يسعد مش عارف فارق تلت نقاط متأهبة ترسانة او السراميكا كمان سراميكا كمان يعني بتنافس بقوة تلت نقاط نادي مصر لو غفل شوية بس هيلاقي الموضوع من ايده وفيه نقطة مهمة جدا انا عاشتها حول النقطة اولا اشتافت تفضل الضغوط اللي هي في ساعة الصعود دي محتاجة لعبية معينة عايزنا عندها ثقة في نفسها عشان تتحمل هذي الضغوط بتيجي انت لباس عالصعود وتلاقي نفسك المستوى راح خالص انا اتذكر المباراة اللي ساعدنا بيها بيتورجيت في الفين وخمسة ستة او ستة وسبعة اعتقد الفين وخمسة الفين وستة كانت ضد الرباط والانوار احنا مش عارفين نلعب مفيش خالص اي مستوى اللعبة مع الضغوط النفسي والعصبي المستوى منتع تماما لازم سند بقى كابتن محمود السند المدرب العام كان موجود مع الكابتن مختار كمدير فني وكان فيه دعم طبعا السيد سعيد ودعم من كل مجلس اجدارة في موقف لا يحسد عليه بيتورجيته بس الحمد للرب نفقنا نجيب نجون كده من عند ربنا هيا النقطة دي مش اي لاعب يستحملها لا لا اعتقد دي نقطة سلبية ممكن تكون هيا لعند الترسال مهم جدا انا برضو ايه يعني اكتشف المشاكل اللي عندي وحاول عليك من اول السنة موضوع الثقة في النفس ده مهم من خلال التدريب من خلال المباراة الوداية من خلال المباراة الرسمية بحيث لما تيجي تتعرض لمواقف مشابهة هل قال تكون انت تكلمت حتى لو نظري مع اللعيبة شوف ايه لي اقدري اصلي مهمة جدا واعتقد شوف انا اكتشفنا حاجة انا وحنا عادين دلوقتي ان هي الضغوط النفسية ديت هي السبب في عدم صعودنا دلتالسنة في السنوات السابقة دي حقيقة وطالما تكلمنا عن بترويجيت نرجع نتكلم عليها لانه برضو السنة دي في موقف لا يحسدوا عليه صعب جدا بترويجيت امبي انديها كبيرة اسموحة حاجة كنت متوقع كبت معمود انا قلت امبي متزايلة دور العام للأسف لا طبعا امبي امبي لكن قبل ما نروح لنكلم على مشاكل بترويجيت امبي بلدية المحلة واحد واربعين وبقير الاسمدة واحد واربعين يعني بصوا العب ده منهور واحد واربعين ايه ده كل دول كل دول خمس فرق خمس فرق انا للاسف مش بتابع بس اعتقد برضو مباراتين يا جماعة لو لو عندهم خمس نقاط حتى لو تلات لو اربع نقاط اعتقد مباراتين متباكتين على الدوري للدرجة الاولية يا جماعة هيقلولنا حال لو مباراتين محتاجين امتسل لكن بس هنا اريح شوية هنا اريح من نادي مصر يعني هنا فرق خمس نقاط كاملة اريح لطنطا طبعا او لطنطا مش استحالة يخسروا ماتشين استحالة في الوضع ده طنطا مع الدعم الجماهيري لا صعب صعب يعني كل التمنيات لكل الفرق بالصعود وطبعا كل تمنيات انا مش عايز اتكلم عن مجد عبد عاطي بقى لان انا لو عاد تتكلم عليه صديق عمر يعني تعال انا نروح بقى الاهلي اه والعسكر على البتروجيتو امبي في الاول والاندال زي ما حدارك تحب لو برضو شايف الزهرة دي ازاي اللي حصل هي النجاح محتاج محتاج اسباب بقوا في مزايلات او الاستمارية في المستوى الجيد محتاج اسباب اعتقد الاهتمام بالرياضة ممكن تكون قلت شوية في اخطاع البترول دي اثارت شوية بقى لعبين مهمين ممكن دي اثارت بشكل كبير دي الحاجة الظاهرة مش عايز اتكلم بقى في مستوى مدربين او تغييرات اجهزة ممكن انش في كان زمان في استقرار في المدربين وانت عيش التجربة دي اكيد مع امبي او كانت انتقب اصر الله الحمد قعد ست سبعة سنين مثلا بالزبط او اعتقد بردو الحد كبير بيتو جيت او 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 قابط المختار وكننا موجودين مع بعض قعدنا ست سنوات في بيتو جيت يعني اول سنة مش عاف كنا السابع ثانية سنة كنا تالت الدوري خامس نحن كنا نصف سعديا وكننا بنقدم يعني الحياة أفضل كرة في الفترة دي أنا أتذكر كانت الناس بتسأل لو النهاردة بتوجيت هتلعب يتفرجوا يعني مستنين المباراة عشي يتفرجوا عليها وأنا فاكر بردو كان الكابتن حسن ميسيكوه في الأهرام كان عامل ممكن أحسن 12 مباراة مستوى الدولي فيه ست مرات كان بتوجيت كان مطرف فيهم الحقيقة يعني وعايز أقول لحضرك بردو كان فيه ظاهرة كانت مفوت الدرس نضم عناصر كثير أول بتوج ради الفترة دي من الدرجة التانية والتالتة ونسبة كبيرة جدا راح تفريكم المنتخة محمد شعبان كان جاي من الأربي راح المنتخة يا حمل شعبان كان جاي من شعب منطلخة راح المنتخة والد كان جاي من الجونا مش عايز أقولiger محمد كان جاي من بن سيف راح المنتخة علاء كان من ظاهر أبراهيم كان مبطل هدى في الدول ورحل منتخب ومحمود عبد الحكيم جاي من الأناطر ورحل منتخب مصر أنا أخيب بس أنسى حد يعني فيه عناصر كتير دي كانت ظاهرة الحقيقة تحسب للعابين وتحسب لازم النجاح وليد كفاح ومجهود من طبعا الجهاز الخلي اختلاف الأجيال والعيين اختلاف اللاعبين ممكن يفرق كابتن محمود ولا لأن الإدارة إدارات الأندية أنا عارف بصراحة بده دعم غير طبيعي وغير مسبوء دائما زي ما هم هم ماشين زي ما هم على فكرة لكن اختلاف الأجيال اختلاف المدربين اختلاف النتائج اختلاف الظروف اختلاف المناخ العام الظروف اللي حصلت على الدول الممتاز السنة دي المبلغ الهيلة جدا اللي اتدفعت في اللعيبة مع النمبي وبتروجيت ممكن يكونوا استفادوا أو فقدوا اللعيبة مش حارف الظروف كتير قوي كويس أنت قلت نقطة كويسة وأنا حرد عليها اللي هي موضوع العقودة الكبيرة دي يعني للعابين ما بوقاش انا بأخذ مثلا اربعة مليون في السنة وانت عمل لي مكافئة موتش خمس تلاف خلص ملاشي ايه ملاشي ايه جميل اول انا خلص استكفيت بالمبلغ وخلص ملاشي انا نفسي نفسي العودة بقى مكافئات فيه 25% تقريبا من حق النادي انا مش حايف لقود بالزبط لها قواعدة انا على ايامنا كان 25% او نزب مبريات انا رأي تبقى 60-70 80% مبريات خلاص المباراة طبع بمئة الف مئتين الف ايه المشكلة انا اوزع او مكافئات اتعلم انا اوزع خمسة تبقى 30-40 الف من العقود من العقود طبع اخذ نسبة كبيرة من العقود ووزعها المباراة وشوفوا المستوى هبقى شكل ايه كان الكابتون اللعيب حتقاتل عشان تلعب عشان يشترك بأساسي ويأخذ المكافئة واللعيب حيقتل عشان عشان يأخذ المكافئة كان من زمن قوي كابتن مجد عبدالغاني بينادي بالنقطة طبعا لازم المرتبات ما تبقى مش عقود تبقى مرتب مرتب بناءنا على مكافئات وبناءنا على حضور وبناءنا على مطشات يعني فيك كلام كبير اوزع انت عفل ممكن اللي حقوله ده قلته قبل كده كنا زمن نعمل تأسيمات ومجوب مثلا الكابتن حسن حمدي الله بدنا نمسيب الخير ونعمل تأسيم ولك المكافئة عشرين جنيه للفرقة اللي تكسب كانت مبلغ تعرف انا مسلا كنت ايه عشان اضمن اروح بمسلا لقسام عرابي خلاص اقسام انا عشر وانت عشر مش مهم ايه هو فرقة تاني وانا هنا شوف قدي الحرص بنحرص على عشرة جنيه انما دلوقتي انت بتدي مبلغ كبيرة لا تقارن بينها وبين يعني اجاب كبير او بين المكافئات المباريات حتى مكافئات البطولة هناخد كم في البطولة مئة الف مئة وخمسين الف بالزبط من اواخد ثلاثة مليون وخلاص وشكرا بالزبط نقطة مهمة جدا نقطة مهمة لازم نقطة مهمة فعلا وده تحت ما تبقاش عشان تبقى واخده صيغة قانونية يكتمعوا الاندية مع المسؤولين في الاتحاد الكرة ويطلعوا احنا بنقول كده من زي صيغة بنقول كده من زي المباريات تبقى دية وتتوزع اين مباريات المكافأة دية وناخد جزء دية من العقد وتوزع المباريات ونشوف وتبقى في شكل تصعودي نقطة مهمة جدا ممكن كمان اللعيبة كابتن محمود برضو من وجهة نظر حضرتك برضو اللعيب ممكن يشوف هو مستوى زي لعيب بالدفع فيه 40 و50 مليون جنيه وهو عقده لسه مش عارف 2 مليون وحاجات كده ممكن كمان الحاجات دي تقللوا نفسيا ولا ملاش علاقة شوف يعني اللعيز ينجح ياخد كل شكل كل حاجة كل قرار في اتجاه الإيجابي أنا شايف زميلي قريب من مستوى أنا باخد مليون هو باخد خمسة دوس يعني أنت أثبت وجودك ما لكش حل غير أنك مستوىك له لازم تعلب مستوىك أنت مش لازم تبقى أساسي أنت بتلعب أساسي وعندك طموح أنك تلعب في منتخ حاول دوني مفتوحة دلوقت على فكرة ده فيه لنسلع نحن النهاد الآي لعر لعيبة أمار حمدي ورحل بقى لعيب دولي ما شاء الله إذا مالك اسمه الفيرود يوسف محمد أو برضو رأس حربة في الأعتقد في طلاع الجيش ده طلاع الجيش ورح منتخب يعني الدنيا مفتوحة والدنيا سهلة بس عايزة مجهود وعايزة يعني يكون عندك طموح وتشتغل على الطموح ده وتحقق كان كلام مهم جدا لازم أتكلمه مع الكابتن محمود صالح لما يكون معايا حد بحجم الكابتن محمود صالح وخبراته كان لازم أتكلمه في كل الحاجات اللي بتسألوا عليها أنتوا دايما وبتتكلموا فيها بعد الفاصل هنرجع نتكلم عن النادي الأهلي محليا وأفريقيا وعن نابن كبير الكابتن محمود صالح أهلا بحضراتكم الجديد لسه مستمرين معاكو معايا النجم الكبيري كابتن محمود صالح أهلا بك مرة أخرى يا كابتن محمود نتكلم عن الأهلي والأهلي ومباراته الأخيرة اللي كسب فيها بهدفين في آخر ثواني كالعادة ناد الأهلي التحاد كان مقدم مباراك بيرا قوي لكن ناد الأهلي استطاع أنه يأخذ تلات نقاط مهمة جدا يا كابتن محمود في الشك وعدات جيد لبطولة أفريقيا لصنداون يوم السابت عندنا مباراة مهمة جدا فرقة كويسة وحصص على البطولات المستوى الأفريقي برأة صعبة جدا تدي الثقة طب مننا على اللاعبين كانوا غايبين فترات طويلة حسن معشور كان غايب سلع جمعة كان مصاف فترات طويلة أحمد فاتحي كان مصاف فترات طويلة مهم جدا التنافس زي ما قلنا قبل كده في حلقات كتيرة قبل التنافس عشان أن ننجح في التنافس في المباراة الرسمية لازم يبقى فيه تنافس فعل في التدريب بالضبط وده طول عموناد الأهلي كده بصرحة طول عموناد الأهلي كده بالضبط لكن كابتن إكرامه وكابتن سابت لا رحمه ما نجحوش نجاح كبير غير ما كانوا متقارب فيه تنافس بالضبط والحضري لما جابه لما جابه مستر مانو الجزي جاب له نادر بالضبط طلع الحضري بقى بقى شرس وديكت أفضل فترة لي أقول لما جاء نادر بالضبط كابتن محمود لما يكون معي أحد بحجم حضراتك لازم أسأله برضو إيه اللي بيحصل بعد أداءة تسعين بعد أداءة تسعين بالنسبة بالنسبة لأهلي تحديدا سر الأهداف السر اللي حضراتك شايفه عدم اليأس الأهلي هو كده وطبع الخبرات بناخدها من التاريخ حتى لو أنت ممارستهاش لو مشاهد كده هتلاقي فيه مشاهدين كتير مشجعين قاعدوا من التلفزيون مستني للجون سنكسب كلنا بقينة كده كلنا بقينة كده هذا تاريخ النادي يعني أنت تأخذ خبرات مش هزي أنا لعيب كورة عشان أخذ خبرات في الكورة إذا كان الإحساس وصل للمشجع أو المشاهد مش هوصل لعيب في الملعب فيه لعيبة كثيرة في الملعب سوزر قدام شوية مروا بتجارب زي ديت سأولك الحكاب أنا واحد من الناس كنت حسنا شلت حد لا أمش هنكسبه كان المباراة كده ملاش ملاش عنوان بالنسبة لي أنا كأهلي حاسس أننا بعيد قوي عن الموضوع وبعيد عنه عن الجون ما أجمناش فترات طويلة قوي وفجأة جيراودو يعني صمم وأصر أنه هو يروح يختارك بسرعاته ويعمل عرضية لقيت علي معلول واقف في حتة أساسا مفروض ما يكونش متواجد فيها أساسا مفروض يحدد الدفندر وحطت أمبلة في إيدها نيسليمان وبعد كده انطلاقت رمضان اللي خدها نقطة فنية عند جيرالدو مهمة جدا فتكرتها دلوقتي التحرك بس من غير كرة يا أنت سريع مش هزا ما استلم وبعد كده خش دريبل عشان عدي من أممكن بسرعيتي أسبق المدافع بيرضى بيرضتين وكأنه عديته ما بيعملهاش خالص كل حاجة مستنى الكرة حتى ما بيديش اتجاهه ده ما بيدي داره الملع عايز يروح بالكورة عايز يستنى مش عايز يروح من غير كورة آه يعني مهمة برضو النقطة البسيطة مع أنه أسهله أنه يروح من غير كورة طبعا هاي أنت لو تحركت بتجد التحرك من غير كورة ومتفاجئ المنافس تفنته وتاخد في مكان في مساحة فاضية كان عنده الفرصة كأنك عديته يعني كان عنده الفرصة أنه يعمل كده وما أعملش ما لازم برضو أنا أعرف لأن أنا بصراحة أنا أول مرة أخد بالي من الموضوع لأن قبل كده لما تفرجت على جيراودو في المطشاط أنا بروح بتفرج على المطشاط الألي في بتروس بورت بلاقي أن الباك هو أساسا عمله مستنيه مستنيه فجيراودو يضطر أنه يطلع عشان يستلم الكورة ويروح للباك فما بقاش فيه مساحة أنه ياخد من ظهر الباك يعني سبب أنا بشوقه أكيد أبقى فيه أو هو لازم يخلق أنت لازم بتفاجل مش كل مرة المدافع مستنيك هتستلم إنما تتحرك من غير كورة مش تتحرك من غير كورة مهم متفاجل ما بقاش عارف قارتك أنت بدن نفسك حلول كتير أنا شايف الملعب وقرار إيه هتستلم فيه هنا ولا هنا هتستلم من غير كورة ولا هتستلم في رجلي ومساحات ديقة هتستحرك لزميلي فيه هعمل وان تو لا يعني أقصد شغل دماغك كده وتبقى منكز بالزبط مش بعد ما أستلم الكورة أفكر إن أنا واحد ضد واحد ضد واحد أصعب حاجة في الكورة فأنت وحطة تحلي لك أصعب حاجة برما عندك حلول كتير أو ممكن تعملها وتقدي نفس النتيجة وإخوة أن عندك سرعات يعني حدوك بتتكلم في نقطة مهمة جدا دايماً بقول المشكلة مش في اللعيب اللي معك الكورة المشكلة في اللعيب اللي معك الكورة بالزبط هو اللي بحط الحلول أكتر اللي معك الكورة واحد بالزبط وفي عشرة مهمة شكورة بالزبط يبقى هنا في عشرة حلول وهنا في حل واحد بالزبط اللعيبة يقول لك إيه أصلاً اللعيب ما عندوش حلول اللعيب اللي عنده حلول ده نادر جداً لأنه عنده حلول فردية اللعيبة نادرة نادرة أوي لكن اللعيب اللي هو ما بقاش لقي حلول لأن زميله مش مدين لحلول بالزبط هي قدرات عقلية لازم تنمى عند اللعب زي دمعة حلول مشاعد رمضان دمعة خلي الولد دائماً ياخد القدر الصح ركز عليه حتى ولده عنده عشر سنين وبيبدأ تهديب في النادي مهم النقطة دا يطلع عنده وعي وعنده قدرات عقلية واخد قرر سليم لازم ما تجيش بقى يطلع درجة أولى ومستنية ولا هي ما فيش حاجة خالص وبتدعلمه ورغم ذا وعلى فكرة دائماً مدربين الدولة الممتازة أو الدرجة الأولى ما بيخشش في التفاصيل ما بيخشش في التفاصيل ما بيخشش في التفاصيل حتى الأجانب بذلك تخلش في التفاصيل بالزبط فالمهم دي برضو من الصغر يعني كابتن لو لومت على اللي صارت في مرات أهلي وزمالك تلوم عليه في إيه؟ الأهلي وزمالك ما ممكن يكون قال حاجات كثيرة في التدريبات وفي المحاضرات النظرية مش عادة أظلمه يعني ممكن يكون التأثير من اللاعب طلب حاجة شفت إيه سلبية في موتش أهلي وزمالك مع أني طبعاً مباراة صعب لنحكم عليها فنياً لكن لو شفت حاجة سلبية يعني حاجة مهمة الضغط على منافس ما كانش كويس في ظل الأجواء اللي احنا كنا نلعب فيها مهمة دي نقطة دي كوي مهمة كنتم ضاقة نزول صالح ولا حسين حسين عندي أمل فيه كبير بعدين أنا شايفه هو بيشتت نفسه بسلوكه وتصرفاته اللي يعمل كده في التغيير يبقى هو مش مركز احنا قلنا كلمة مهمة في البداية ايه هي فاكرة ولا قل العدل العدل انا قدها مش كويس في المال عبود غيرت ده العدل تقبل خليك عادل تقبل القرار اه ممكن تكون انت كويس وظروف معنا المدرب يغيرك بس برضه ببقاش تلوكك كده بس انت بعيد انت مش حاسب نفسك وحسين نادراً حسين أساساً عمره ما عمل كده حتى لما كان في المقصة تقيل محمد نفسه فوق طائطها كابتل محمود ممكن هو مضغط قوي محمد نفسه فوق طائطها مطلوب منه مطلوب منه حاجة لانه هو يعني هو الناس بتحبه الجهاز بيحبه الإدارة بتحبه هو هو محمد نفسه هو مخر نفس الشعية هو جاي امكانته مش خلاف على امكانيات شيء الهم مش عايف ليه احنا قلنا برضه في الساق حادثنا خلي كل حاجة في التجاهة الإيجابية بالزبط مثلا أنا شيء هام ومسؤولية المسؤولية دي لو بفكر صح وباخد أمور بشكل صح وتفكيري صح وكواري صح همشي افتجاه كويس هاتس نما أصلا متحمل المسؤولية وضغط علي وظروف لا أنا يعني ما معرفش أنا ما بحبش كده وده دور داعب يقع على اللاعب وعالمدرب وعلى دربه اللاعب تولى 10-15 سنة كان بيتمرن فيه لازم أهم حاجة هو مدول أهم حاجة شخصية بناء شخصية يعني الكابتن أحمد مار كان يعني الله يرحمه كابتن أحمد مار كان ليه دور كبير أولا مع العيبة كتير الله مع حمد ابو راضي مع أسام عرابي معايا معايا كتير يعني والأجاني اللي قابلينا يعني مهم اختار المدرب المناسب أكيد أكيد شايف الدور يا كابتن محمود هو صعب ان احنا نقول رايح لمين دلوقتي لكن يعني لو انت شايف بزاوية تانية شايف الآله أقرب الزماني بقى عشر متشطر تقريبا عشر مش كده عشر بقى عشر متشطر لقى اللي قالوا الزماني تمام ثلاثين نقطة فيها الشغل كتير بالفعل النقطة تريد عن يدها في تعادل وعندك لسه اللي قابل مع المنافس برضو تمام لسه بس أنا شايف الفترة دي كويس المصابين كتير رجعوا الغيابات قلت بشكل كبير حلو كويس التنافس ده مهم جدا الحلول كمان عند لصارتي زادت قوي في العيبة بالضبط طبعا اللي هو التدوير الروتيشن كمان أدواته اللعيبة كمان كتير قوي ما شاء الله دلوقتي هو محتار يحط مين ولا مين مع ضغط المبارات كمان محتار يحط مين ولا مين بالضبط بالضبط أنا ما كون عندي حيرة أفضل ما كون عندي نقص كابتن لو قلتلك ووظف صالح جمعت ووظفه ايه هو في النقطة دي تحت رأس الحرب على فكرة أنا ما نحن روحنا امبي انا روحت امبي في 2010 تمام كان هو بلعب درجة اقول كان لسه صغير كان معاي انا في النشئين كان سبعتاشر سنة كان سبعتاشر سنة كان كان لاعب واعد هو عبدالله هو كان زغارة كان هو احمد رفعت احمد رفعت الفاتر ليه كان بدأ بالضبط الاثنين كانوا صوبر مش على المستوى المحلي نقول له انه يقول عمي دوليه بالضبط مش بس احمد رفعت من الماتش اللي فات كان مكسر الدنيا برطة يا ريت متمنى ما بقاش العملية ايه صحوة وارجع اخر ناخد خطتين ااخد خطواة قدام خطتين وارجع ثلاثة مش مش الشخصية مهمة في اللعيب الشخصية بس هو رجع كشخصية رجع كشخصية رجع كما اصابت رجع كواحد عايز رجع كواحد عايز يرجع صالح؟ اه وانت امكانتك كويس هترجع بسرعة خلي تركيزك شوية بقى في اللعبة هترجع بسرعة وعنده رصية حب من الجماهير مش موجود أساساً ونادر ندر نلعي ان الجمهوري حب مع الغياد الناس عندها ثقة فيك بالزبط وما عملتش حاجة يعني الناس بتحبك وانت لسه كمان تخيل بقى لو ما تعمل وتكسر الدنيا انت كصالح جمعة امكانتك كويس بالزبط انت بنقصك ايه بالزبط تفنعنا ليه مش شايفينه دفندر تاني يا كابتان محمود صالح جمعة يعني الزمالك قلب الدنيا بطرق حمد وفرجاني ساسي وبيعتمد على رجوع زيزو وايا كان بقى كهرباء وايا كان اللي بلعب تاني بيعتمد على رجوع مضم الأطراف وبيقفل نص الملعب وبيعتمد على الدفاع الجماعي او مجموعات الدفاعية ما بيعتمدش على اتنين دفندرات وباك رايت وباك ليفت لا بيعتمد على المجموعات الدفاعية وده اللي مخلي شكله الهجومي داين قوي لانه بلعب بدفندر شكل سابت اللي هو طرق حمد عنده ما شاء الله يعني زي كده زي مين لعيب عنده كم رئة زي احمد فتحي كده في نص الملعب وفرجاني ساسي لعيب هو أساسا شكله شكله وهجومي ليه ما نفكرش في صالح جمعة مثلا كده ونستغل نستغل بقى ناصر ماهر بدلا ما نحط صالح ما كان ناصر ماهر لو المنستي كده على فكرة ده قوة جمعية رهيبة قدام مجموعات دفعية مش محتاجة على ناصر بيدافع من مجموعات دفعية بيجيب الكرة في ثانية وعنده ميكانيات هجومية ما بيقطع الكرة كلهم في سبعة بلعبه في تفوق في الناحية الهجومية تبقى مشكلة كبيرة الفرع المنافسة بالزبط هي الكرة ما في السوابت أنا قصدي أنه عشان تلعب صالح دلوقتي مع على ناصر هيلعب مكان ناصر وناصر ما شاء الله ظهر بشكل كويس قوي ولعيب واعد قوي عايز عايز يلعب كمان ممكن تلعب برأس عبر وتحطي اتنين ناصر وما هيا أنت بقى أنت بقى زي ما احنا قلنا وفرة اللاعبين الجاهزين هتخليه حلول هتخلي التشكيل ماشي بشكل أفضل بشكل أفضل هتلاقي طريقة أسلوبك وأدائك والنحية الخطيطية بتاعتك بشكل أفضل عندك تنوع وعندك أعداد كبيرة وحسب ظروف اللاعب وحسب إمكانات المنافس وحسب المطلوب من المبرأة تقدر تحط تشكيل مناسب وتقدر تغير عندك مدلاء على الدكة ممتازين بالعكس احنا وصلنا إلى المرحلة دي في الفترة دي مش 100% بس وصلنا إلى النهالها بالنسبة 70-80% بالضبط بالضبط احنا في لعيبة يعني الفترة اللي جاية دي الأداء هتحس ان شاء الله بالضبط في لعيبة دلوقتي يعني لسه وليد سلمان مرجعش ومين تاني يعني في لعيبة كتير جدا ناسية حسنية وصلاح يعني لعيبة بتروح أسمايا من دماغنا من كتر لعيبة الجهزة من كتر لعيبة اللي احنا أساسا مش عارفين نسكنها في المكان تنافس مهم ووفة اللعبة مهم وتقدر بقى تغير بقى حسب المنافس هي المشكلة نلعب واحد ديفندر في الارتكاز واحد صانع لعبي ده اللي بتكلم فيه ده اللي بتكلم فيه عشان توفر مكان فوق كمان عشان توفر مكان فوق وخصوصا أنت متطلب يعني دايما مطالب مطالب أنك تكسب المطشيات وتكسب المطلات بالزبدة نحن دلوقتي بنقول هنلعب أجهي ولا هنلعب ناصر ماهر هنلعب مش عارف رمضان ولا هنلعب مش عارف مين حسين ولا جيراودو ولا أجهي ولا صلاح محسن مروان محسن أزارو هي أنت أنت تلعب ما شاء الله الأساس إيه في الكرة النقطة مهمة هي فعلاً مهمة يعني عفو أن أقول مهمة مهمة جدا أنت في النحية الهجومية بتلعب بالعكس بمعنى لو لعب مدافع بطيق مش هلعب له واحد مهاري لا هلعب له واحد سريع يا تفاوق عليه لو عندك لعب بيجي دربات الرأس مدافع في فريق المنافس بيجي دربات الرأس اللعب عليه بيجي دربات الرأس لا ما لعب عليه لديه واحد دربة له سريع يقدر يعد منه بالزبط والعكس في الناحية اللجومية لازم في مثيل له يعني واحد يجد لازم يحط له واحد دربات رأس في الدفاع والدفاع يجد دربات الرأس واحد سريع لازم يحط له مدافع سريع ناصر يعني لما تيجي تفكر كل مباراة لها تفكير ولها شكل في الأداء وفي الخطط وطريقة اللعب والتشكيل ومتوقع علم ممكن تستفاد منه في الناحية الكابودلاء التغيير ده مهم هزم انت يعني تخلق مواقف طب لو حصل كذا من البديل ممكن عشان ما تفاجأش وقهار ما يبقاش مظبوط بالزبط يعني السيناريوهات دي تبقى في دماغك انت وتشارك فيها الناس المساعدين بتوعك عشان ساعة المتطلق انك تاخد قهار بقى يبقى قهار مناسب وسليم تمام تمام مباراة سان داونز اللي جايها سان داونز فريق مش سهل دايما متواجد في الأدوار النهائية البطولات الأفريقية الكبيرة الكرة للجنوب الأفريقية يعني أقرب ما يكون للكرة الأوروبية شوية ستايلهم بأوروبي شوية عندهم تطور عندهم ثقافة عندهم ثقافة عندهم شخصيات أكيد ثقافة في ناحية الخططية أسكية قد يكون المستوى المالي أقل شوية بس هم متفوقين في ناحية الخططية فرق جماعية فرق جماعية والجماعية بتبقى أصعب بكتير من الحالات الفردية لأن انت عشان تواجهها اللعب الجماعي بيبقى مش متوقع وهي قد ازاي يعني عنده كرة جماعية من ناحية الهجومية قد تلاقي عنده حلول كتير غير ما يكون عنده عنصر عنصر مميزين تقدر انت توقف خطرته يقول لك مفاتيح لعب انت مش عارف فيه شك يا أصعب حاجة لما يكون الفرقة لها تاخ الناحية الخططية متفوقة بس هي بتتطلب برضو يعني فورم الرضية جاهزة ناحية بدلية كويسة ناحية مهرية كويسة الجانب القضاء العقلية والناحية الزكاء والناحية الزهنية تبقى متفوقة كل دي في النهاية بتصب في رفع المستوى الخططي والمستوى الخططي في النهاية هو أهم حاجة اه محتاج متطلبات كتيرة بس هو أهم حاجة في الكرة لما سألنا اللعيبة عن مباراة كذلك ما يعنيش الناس فعلت كلامك كون سينا حاجة الكرة الشمال افريقيا كده في الناحية الخططية متفوقين ممكن تلاقي العناصر كناحية فردية متوسطين بس بقدموا كرة أفضل من المحصلة الفردية نتيجة انهم متفوقين في الثقافة والكرة الجامعية تمام لما سألنا اللعيبة عن مباراة سان داونز يا كابتن محمود كله اتفق المباراة صحبة جدا لكن كله راهن على خبرات الاهلي وتفوق الاهلي المعناه في الفترة الاخيرة والملحوظ كمان خططيا مع لا سارتي ما اللعب هي بقى كويس الأجواء كويسة أستاذ محمد زيام الدين وورق الدرجة حرات 22 كويسة جدا يعني ممتازة بالنسبة لكرة القدم والأجواء مشابه للجو هنا عندنا في مصر اضاف الحاجات اللي انت حدقلتها اسم الأهلي والتاريخي وخبراته وهبت النادي الأهلي دوافع ودوافع للعيبة كمان تحديدا دوافع دي مهمة جدا دوافع الأجواء دي يجب أن يكون موجودة في الفرع وده احنا دخلين فيها بالنسبة 80% موجودة كابتل محمود وأهم الأسلحة اللي بيدور على المدارب دايما هي الدوافع ازاي يخلق لك دوافع جديدة والحمد لله الدوافع موجودة أصلا يعني احنا بنشوف حسين الشحات مش عايز يطلع لانه لو طلع في جراردو هيركب بنشوف رمضان مش عارف لو عمل ايه مين وليد سليمان جاي بنشوف أجايه مع نصر ماهر مع صالح جمعة مع ندفد مع السلية مع حسام عشور مع عشان محمد يعني أسماء أحمد فتحي محمد هاني أحمد فتحي بيدور على فرصة دلوقت أحمد فتحي المتخيل في الدوافع موجودة محمد هاني أجات يعني عمل اللي احنا عايزينه اللي هو التنافس جوا أجواء التنافس دي مهمة جدا تفضل يعني احنا بكلم حضرك ان الدوافع اللي بيدور على المدرب هي موجودة قريبا حسين شحات نفسه انه ياخد فرصة في مبارات سانداونز عشان يثبت الجميع وعشان يعتذر اعتذار رسمي في الملحب يعني هو اعتذر طبعا هو طبعا الحس يجب يكون حس بقى الاحساس على المدرب بخبرته وتاريخه وموهبته كمدرب ممكن اللاعب مش لازم بقى يعني أنا الموضوع قطع ان اللاعب اللاعب اللي هو مستواب عيدش احنا اللاعب يبني محتاجك ثقة احنا برضو حسين مدينه المهم برضو ندينه شوية حتى لو مش موافق نازم اشتراك وزيد شوية هو عايز بياخد خطوات عايز يكسر حاجز معين في حاجز عايز ان نعديه بقى زي اللي بلعب 1110 حواكز بيعدى على سبعة ثمنة ماشي يا وفيه من لازم نعدي السبعة عشان يفنش ياخد البطولة ويجيب احسن راقم ما تدوش ثلاثة خلاص ما في نسعة سبعة وقعدين هيوقف او لازم يعدل ثلاثة اربعة حواكز التليين احيانا حسوا بقى مهم جدا فيه مدربين عندهم ده كانت نجور كان عنده دي مهم الله يرحمه متفوق فيه عارف يدي يكمل ولا يطلع والافضل ليه احيانا لازم تاخد قار لعب يطلع طرم مستوى لايه واحيانا تقول لا هو بيحاول بس مش موافق سيبه شوية عشان ياخدوا الثقة في نفسه حسين يعني ان كان اخطأ فهو اخطأ نتيجة ضغط شديد جدا عليه ويعني ما تفهمش بقى هو بيعمل كده معترض ولا هو مزعلان عن نفسه لكن في كل الاحوال حسين الشحات طلع ماشى على رجليه مش مشى على كلاسي الدكة يعني فيعني نلتمس له العذر عموما كابتن انا بتشرف بك جدا ودايما بستفيد منك ودايما بتنور الدنيا ودايما بتنور الدنيا شكرا جدا ودايما منور الدنيا في بيتك طبعا الاهلي في كل احوالة نروح لتقرير وبعد التقرير هيكون معاكو الزميل العزيز محمد سعيد ومعا الكابتن حمادة مرزوق نجم الاهلي الصلبة بتشرف بك جدا ومع عالف سلام ترجمة نانسي قنقر